السلام عليكم وصفاتنا النهاردة هي الجبنة الشيدر او جبنة الكبايات القوام بتاعها جميل جدا شايفين قد ايه جبنة متماسكة هنعملها في البيت بمكونات بسيطة جدا جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا انا هستخدم الكباية دي هستخدمها في كل المقادير ممكن تستخدموا انتو فنجان قهوة هحط في الخلاط العادي او في الهند بلندر كباية لبن من الكباية دي بنفس الكباية هحط بيها كبايتين زيت يعني الزيت ضعف كمية اللبن الحليب او اللبن لازم يكون سائع يعني لازم يكون خارج من التلاجة ويستحسن كمان الزيت يكون حطينه في التلاجة لمدة ساعة قبل الاستخدام دلوقتي هخفق الزيت بالحليب بالهند بلندر هخفقه لمدة حوالي تلتين سانية فقط او في الخلاط العادي زي ما قلت لكم هنلاقي الكوام بتاعه بيتقل بسرعة هتلاقيه تقيل جدا بسرعة رهيبة يعني ما بيحتاجش وقته خالص هو حوالي نص دقيقة او تلتين سانية شايفين قد ايه كوامل حليب والزيت تقل تقيل جدا دلوقتي هضيف بقي المكونات ده بطرمان جبنة شيدر كان عندي اما خلص غسلته كويس بمية سخنة ونشفته كويس جدا من المية ودي نص معلقة جبنة شيدر برضو كانت عندي ممكن تستغنوا عنها هضيف نص معلقة جبنة شيدر وزي ما قلت لكم هي مش مهمة خالص وكمان هضيف على المكونات دي مسلسين جبنة اي نوع جبنة مسلسات ممكن تستخدموه دلوقتي سر طعم الجبنة معايا قطعة جبنة قريش القطعة دي قطعة صغيرة جدا يعني لو عندكو قطعة كبيرة حطوا نصها بس ودلوقتي هنحط سر طعم الجبنة شيدر وهي قطعة جبنة قديمة شايفين هي قطعة صغيرة جدا زي معلقة كبيرة ويمكن اقل شوية القطعة دي قد حجم اللمونة بالزبط هنضيف قطعة الجبنة القديمة على المكونات دي ودي كده كل المكونات عندي بعد كده هضرب المكونات دي بالخلاط مرة تانية وزي ما قلت لكم ممكن تستخدمو الخلاط العادي او الكبة او الهند بلندر نفضل نخلط المكونات دي مع بعض لحد ما تتجانس وتتخلط كويس مع بعضها وهي ما بتاخدش اي وقت خالص لان المكونات دي كلها نعمة فبتتخلط بسهولة جدا كده خلاص انا خلطت كل المكونات وبقيت الجبنة جاهزة معي في حاجة اخيرة ممكن تضيفه ربع معلقة ملح وممكن ما تضفوش الاضافة دي اختيارية انا اضفت ربع معلقة ملح وبعد كده هشغل الخلاط كمان شوية صغيرة عشان الملح يدوب كويس مع المكونات دي بعد كده هنفض الجبنة في البطرمان البطرمان مغسول بمية سخنة وناشف جدا من المية ننزل كل الجبنة اللي فيه بمعلقة ونصبر عليها شوية لانها جامدة جدا وما بتنزلش بسهولة شايفين قد ايه متماسكة الجبنة وملمسها ناعج جدا وكمان طعمها حلو جدا زي الجبنة تشيدر اللي بنشتريها من بره بالزبط بعد كده هنغطي البطرمان بالغطى بتاعه نحكمه كويس ونغطيه كويس جدا وندخله التلاجة ونخرجه وقت الاستخدام وبعد كده ندخله التلاجة تاني الجبنة دي ما بتقعدش اكتر من اسبوع في التلاجة او مثلا عشرة ايام بالكتير لانها طبعا معلهاش اي مواد حفظة اتمنى الوصف تعجبكم وبالهنة والشفاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة